موسيقى قوات الأسد تقصف أحياء درعا بالمدفعية الثقيلة وتجدد قصف حي جوبر بالغازات السامة الجيش العراقي سيطر على آخر معاقل داعش في منطقة النجش في الموصل وأيام قليلة تفصل التحرير المدينة بالكامل واحتفالات عارمة في مدينة بنغازي الليبية بعد تحريرها نهائيا من احتلال داعش طاب صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري إذ قتلت طفلة وجرح آخرون بقصف مدفعي لقوات الأسد على حي في مدينة درعا قبل ساعات من إعلان الأخيرة تمديد وقف العمال القتالية في محافظة درعا والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا حتى نهاية يوم السبت المخبل وقال نشطون محليون إن قوات الأسد قصفت بالمدفعية الثقيلة حي البحارة في مدينة درعا من مواقعها في كتيبة البانوراما تتواصل الهجمة العسكرية لقوات الأسد وحلفائه على أحياء دمشق وبلدات الغطى الشرقية بقصف يومي ومحاولات مستمرة للتقدم في حي جوبر ومواقع عدة يتصدى لها الثوار في ظل استخدام قوات الأسد للأسلحة المحرمة دوليا وتكرر استخدام الغازات السامة الذي كان أخيرها يوم أمس على جبهات حي جوبر ما تسبب بحالات اختناق عديدة إذ تعمد قوات الأسد للتمهيد أمام قواتها بالأسلحة المحرمة دوليا التي تشل حركة الثوار وتعطي مجال لقوات الأسد للتوسع على حسابهم في المنطقة وفي آخر مستجدات معركة غضب الفرات شن تنظيم داعش هجمات معاكسة على نقاط تمركز قوات سوريا الديمقراطية في الجبهة الغربية والشرقية مستخدما فيها ثلاث سيارات مفخخة اندلعت على إثرها اشتباكات بين الطرفين وقام مقاتل داعش بهجوم واسع النطاق على نقاط تمركز قوات سوريا الديمقراطية في كل من حي الدرعية وهشام عبد الملك وداخل أحياء الرقة القديمة اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة ما تزال مستمرة مقتل ستة وثلاثين عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي وتدمير ثلاث عربات عسكرية إحدها مفخخة وذلك خلال اشتباكات عنيفة في محيط المدينة القديمة بالرقة بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر التنظيم في أحياء مدينة الرقة شمال شرق سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قوات عملية غضب الفرات تمكنت من تحقيق تقدم كبير واستعادت السيطرة على حي الصناعة الذي تم احتلاله من قبل تنظيم داعش الإرهابي بهجوم معاكس في يوم 20 من حزيران يونيو المنصري كما استطعت قوات عملية غضب الفرات بعد كسرها خطوط الدفاع الأولى بدعم من قصف التحالف الدولي والقوات الخاصة الأمريكية تحقيق تقدم داخل مدينة الرقة القديمة بعمق 200 متر على طول خط الاشتباك المقابل لحي الصناعة ووصولا إلى باب بغدال إضافة إلى السيطرة على قرية رطلة فيما أسفرت الاشتباكات التي ترافقت مع قصف مكثف على القرية وضربات لطائرة التحالف عن مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش في حين تمكن عشرات المواطنين من النزوح من مناطق وجودهم داخل مدينة الرقة نحو مناطق سيطرة قوات عملية غضب الفرات هذا التقدم والتوغل داخل مدينة الرقة والأحياء القديمة فيها جاء بالتزامن مع هجوم معاكس وعنيف لتنظيم داعش الإرهابي على منطقة سوق الهال الواقع في الناحية الشرقية من حي هشام بن عبد الملك كما دارت اشتباكات عنيفة أخرى في حي البريد من جهة الرومانية في القسم القربي من مدينة الرقة حيث يعتمد تنظيم داعش إلى تنفيذ هجمات معاكسة لتحقيق تقدم واستعادة السيطرة على مناطق ومواقع أخسرها في الساعات الثمانية والأربعين الماضية خصوصا في منطقة رطلة في ظل موجة الحر التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط يعيش سكان المخيمات في سوريا وخارجها أوضاعا إنسانية صعبة خاصة أولئك المصابين بمرض الربو اتزداد حالتهم سوءا مع ازدياد درجات الحرارة في ريف القنيترا جنوب سوريا يشكو النازحون في المخيمات من ارتفاع حرارة التقص وسطا عدم أبسط مقاومات الحياة خاصة الكهرباء مراسلنا برا عمر لديه التفاصيل مشاهدين في التقرير التالي تبلل أم أحمد جسد ابنها في السنوات السبع مرة كل عشر دقائق لإبقاء جسده الصغير رطبا كي لا تسوء حالته الصحية بسبب إصابته بمرض الربو الذي تزداد أعراضه سوءا كلما ازدادت درجة حرارة الطقس فمعصول درجات الحرارة في هذا الصيف إلى مستويات قياسية اقتربت من 47 درجة بدأ السوريون خاصة في القنيطرة جنوبا باللجوء إلى وسائل بدائية تقيهم حرارة الشمس الحارقة جاءتنا شوبة كثيرة على هالمخيم وعم بنعاني كثير فيها فوق المعاناة اللي احنا عايشين بها الشوب وإحنا قاعدين بخيمة نايل و بلاستيك والله مع منطيق الشوب اللي احنا قاعدين فيه وعندي ولد مريض عم بحاول كل النهار أني أحط له كمادات من شاء ما يغط على قلبه لا عدنا مروحة ولا عدنا كهرباء بالأساس لبين نجيب مراوح وكهرباء ونتفت مي باردة منشتهي نشربها يزيد حر الصيف صعوبة المعيشة في المخيم إذ يشكو شادي من الحالة التي يعيشونها خاصة في ظل انقطاع الكهرباء المخيمات صعبة صعبة لدرجة من حرارة الشمس الشمس صنع أربعة أيام نتمنى المية الصارعة نتمنى الأرض نار الخيمة نار والسمى نار يود ازدياد درجات الحرارة إلى الإصابة بصداع وإسهال واضطرابات في المعدة وخاصة عند الأطفال لتتفاقم معاناة سكان المخيمات وتكتفض المشافي بالمرضى كما في مشفى القنيطرة التي استقبلت عدة حالات كانت حرارة الطقس سببها بسبب موجة الحر اللي ضربت المنطقة الفترة الماضية الفترة هاي عم تجينا نوبات عم تجينا حالات ترفع حريري شديد ترافق باختلاجات وخياءات عم تصل على المشفى القريب من معدل يومي معدل بين الست حالات والثمان حالات أو عشر حالات أغلبها أطفال يعني أغلب الحالات عم تصل من المخيمات أو من المزارعين وعم تيجي المريض عم نيجي فورا عم نخفف له الحرارة وبالمسكينات وكغيرها من المحافظات السورية يتزامن ازدياد درجات الحرارة مع انقطاع التيار الكهربائي الأمر الذي يحول دون تخفيف معاناة النازحين والمهجرين من طائرات الأسد وتنظيم داعش برا عمر لأخبار الآن ريف القنيطرة أحييكم من جديد في الشأن العراقي أعلن جنرال كندي في التحالف الدولي أن داعش على وشك الاندحار من معقله السابق في مدينة الموصل العراقية وكدا أن تطهير المدينة من مسلحي التنظيم بالكامل سيتم بحلول الأسبوع المقبل وقال جنرال ديف أندرسون أن القوات الأمنية العراقية دفعت داعش إلى جيب صغير أخير في المدينة القديمة في الموصل بالقرب من نهر دجلة إلى ذلك سيطرت جيش على قاعدة عسكرية ضخمة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل وعلى سعيد ذي صلة استكملت أفراد من الفرقة الثالثة للشرطة العراقية سيطرتها على الشارع السرشخان وصولا إلى ضفة نهر دجلة تواصل القوات العراقية خوض معاركها ضد تنظيم داعش في الموصل متوقعة انتصارها خلال يوم أو يومين فبعد أكثر من ثمانية أشهر على انطلاق أكبر عملية عسكرية شدها العراق لاستعادة الموصل بات داعش محاصرا داخل مساحة صغيرة في المدينة القديمة بعدما كان يحتل أراضي واسعة منذ العام 2014 القوات الأمنية وجهت مقاومة شرسة في الأيام الأخيرة وموجة متزايدة من الهجمات الانتحارية ولا تزال تخوض معارك لطرد آخر بضع مئات من مقاتل التنظيم في المدينة القديمة قوات مكافحة الإرهاب سيطرت على أكثر من مئتي متر لتبقى أقل من مئتي متر أخر باتجاه نهر دجلة موضحة أن مقاتلي التنظيم يستخدمون استراتيجية جديدة من خلال الانتظار داخل المنازل ليقوموا بإطلاق الرصاص أو بتفجير أنفسهم يأتي ذلك فيما سيطر الجيش العراقي على آخر معقل لداعش بمنطقة النجفة ليحكم قبضته على حركة مسلح التنظيم من خلال نرش القناصين وتكثيف الطيران إذ حصر نحو ثلاثمائة من مقاتلي داعش لمنعهم من الهرب إلى سوريا المتاخمة فيما أسفلت العمليات عن الاستلاع على مستودع يحتوي على عداد كبير من الصواريخ المضادة للدروع واجهزة اتصال كما تمكن الجيش العراقي من السيطرة أيضا على قاعدة عسكرية ضخمة تتبع لتنظيم داعش غرب الموصل تقع على مساحة تبلغ ألفا وخمسمائة متر وعلى عمق يصل إلى عشرة أمتار تحت الأرض تعرف بمعسكر أبو مسعود للتدريب العنيف في الوقت نفسي حذرت منظمة أطباب لحدود من أن المدنيين في الموصل عن معاناة كبيرة خلال معركة استعاداتها مشيرة إلى ارتفاع حالة صدمت بشدة في المراحل الأخيرة من المعركة فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المحاصرين في الجيوب التي لا يزال يحتلها داعش في غرب الموصل إلى عشرين ألف شخص مشيرة إلى أن مقاتل التنظيم يستهدفون المدنيين بشكل مباشر إذا حاولوا المغادرة من جانبه أكد قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية الفريق الركن عبدالغني الأسدي لأخبار الآن أكد وجود صعوبات في ما تبقى من الموصل القديمة خلال عمليات تطغيرها من فلول داعش مضيفا أن القوات العراقية تتخذ أسلوبا خاصا لفتح ممرات آمنة بهدف إخراج المدنيين الذين يحاصرهم من تبقى من مسلحي داعش خاصة في منطقة الميدان شرقي الموصل القديمة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم المسافة هي قليلة ولكن القتال فيما تبقى معقد وصعب جداً لأنه داعش محاصر ويقاتل بشراسة وبقوة واتقاتل مع الأرض من محدودية الطرق إلى كثافة البناء إلى الموانع الاصطناعية اللي يعملها كتفخيخ المنازل وتفخيخ الطرق ووضع مصائد مغفلين هذه كلها عوامل تأدي إلى تأخير تقدم القطعات وخليها تتقدم بحذر ولازم نتقدم بحذر ونتأخر حتى نحافظ على أهلنا اللي موجودين في الجزء الباقي من المدينة القديمة إذا كنا في مكافحة الأرهاب أو الشرطة الاتحادية أو قطعات الجيش أولاً كل القطعات كانت حريصة على هذا العمل لأن عدنا توجيه من سيد القادة العام قوات المسلحة المحترم لكل قطعات شرطة الاتحادية قطعات الجيش قطعات مكافحة الأرهاب المحافظة على المواطن وممتلكاته أولاً ومن ثم مقاتلة داعش إذن جميع عملوا على الحرص العالي في إجلاء المدنيين بأمن وأمان وهذه الممرات الآمنة إحنا حسبنا لها حسابات بحيث نبعد النيران المباشرة وغير المباشرة عن العوائل النازحة نبقى في العراق حيث قالت منظمة أطباء بلا حدود إن سكان مدينة الموصل تعرضوا لمعاناة هائلة في القتال لتحرير المدينة من احتلال داعش وإن حالات الصدمة بين المدنيين تتزايد بشدة في المراحل الأخيرة من معركة التحرير مأساة إنسانية يعيشها سكان الموصل في المرحلة الحالية على ضوء القتال المتواصل لتحرير المدينة من احتلال داعش تقارير أممية تشير إلى أن حالات الصدمة بين المدنيين تتزايد بشدة في المراحل الأخيرة من المعركة وقالت هيئة إنقاذ الطفولة في تقرير مفصل إن القتال والعيش لسنوات تحت احتلال داعش ألحق أضرارا نفسية هائلة بأطفال الموصل وأظهرت النتائج التي توصلت إليها مجموعة عمل من خلال مناقشات مع 65 طفلا في مخيم للنازحين جنوب مدينة الموصل أن الأطفال يعانون آلاما نفسية شديدة بسبب ذكريات العنف المفرط الذي يعيشونه وسط شعور مستمر بالخوف على حياتهم ولا يستطيعون إظهار مشاعرهم وتنتابهم كوابيس توقظهم من نومهم وأضافت الهيئة أن فقدان أحد الأقارب هو السبب الرئيسي للتأزم النفسي إذ ذكر أن 90% من الأطفال فقدوا واحدا على الأقل من أفراد أسرهم أما بسبب الموت أو التفرق خلال الهرب أو الخطف وقال مسؤول المنظمة إن المدنيين الذين تمكنوا من الحصول على رعاية طبية يعانون من حروق وإصابات من شضايا وانفجارات في حين يحتاج كثير من النساء والأطفال للخضوع للرعاية الخاصة بالحالات الحارجة ويعانون من سوء التغذية لكن ثمت مخاوف من أن نسبة صغيرة من السكان المدنيين بإمكانها الحصول على رعاية الطبية اللازمة في ليبيا شهدت مدينة بنغازي احتفالات وأفراحا شعبية كبيرة بعد الإعلان عن تحرير مدينتهم من الإرهاب ويأتي هذا بعد معارك عنيفة خضتها قوات الجيش الوطني ليبي لأكثر من سنتين ضد التنظيمات الإرهابية حيث حررت قوات الجيش مدينة بنغازي عبر عدة مراحل نستعرضها لكم مشاهدين في سياق تقرير الزميل جمال العربي خضت قوات الجيش الليبي حرب شوارع عنفة لأزيد من سنتين وفي الفترة الأخيرة تمكنت القوات الليبية من تحرير جميع مناطق مدينة بنغازي كانت البداية من منطقة لجورشة حيث تم تحريرها بتاريخ السابع عشر من نوفمبر سنة 2016 وقبلها منطقة الهواري في الثامن عشر من أبريل لسان سنة 2016 أما منطقة الليثي فتم تحريرها في الثاني والعشرين من فبراير شباط سنة 2016 ومنطقة سيدي فرج وابوهادي كذلك هي تم تحريرها في أكتوبر 2014 وكانت قبلها مدينة بوعطني التي حررت من طرف القوات الليبية في التاسع والعشرين من أكتوبر 2014 ومؤخرا قامت القوات الليبية بتحرير منطقة جنفذة بالكامل في الخامس والعشرين يناير 2017 يذكر أن القوات المسلحة قد أعلنت قبل بداية شهر رمضان انطلاق ساعة السفر لتحرير آخر معاكل الجماعات الإرهابية بمناطق وسط المدينة وهي سوق الحوت والصابري وكانت العمليات العسكرية في مدينة بنغازي قد توقفت منذ أن هاجمت الجماعات الإرهابية الموانئ النفطية مطلع مارس الماضي قبل أن يسرجعها الجيش في عملية نوعية وتعتبر مدينة بنغازي ثاني أكبر مدينة في ليبيا بعد العاصمة طرابلس وأكبر مدينة بشرق الليبي وتكمن أهميتها الرمزية في كونها مدينة الأحداث التاريخية الكبرى في تاريخ البلاد وبعد أكثر من عامين ونصف من انطلاق عملية الكرامة بالقيادة اللواء خليفة حفتر ها هو اليوم من داخل بنغازي يعلن عن الانتصار النهائي والساحق وإعلان تطهير بنغازي من الإرهابيين بفضل جهود قوات الجيش الليبي الذي حقق انتصارات متتالية في إطار سعيه لاجتدات الإرهاب من أوكاره أدى وخيمت أجواء الفرح والسرور على أهالي مدينة بنغازي للاحتفال بتحرير مدينتهم بالكامل وكان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي أعلن التحرير الكامل للمدينة من المسلحين المتطرفين مساء أمس تظف إليك اليوم قواتك المسلحة بشر تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب دفقة من البهجة والأمل لأهالي المدينة جاءت بعدما تم الإعلان عن تحرير آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية قتال استمر لثلاث سنوات جاء اليوم بنتجته المرجوة من أهالي بنغازي وتخلصهم من الإرهاب في مدينتهم هتافات وزغريد أضاءت ليلة بنغازي لتمتزج مشاعر الفرح بالأمل ونشوة الانتصار على الإرهاب أهالي مدينة بنغازي خرجوا إلى الشوارع للاحتفال بانتصار الجيش في منطقة الصابر وسوق الحوت وسط المدينة بعد معارك ضاريا استطاع فيها الجيش كسب الرهان وتحرير المدينة من بطش الإرهاب وهمجيته وبهذا الإعلان تعتبر بنغازي أولى المدن العربية الكبرى التي تحرر من احتلال داعش والذي كاد أن يسعى فسادا في أراضيها لو لا تضافر جهود أبنائها وطردهم لهذا الكابوس الأسود من مدينة بنغازي أو كما يسميها الليبيون رباية الدايح في شأن الخليجي استغرب وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور جرغاش الإنكار القطري للضرر الذي سببته سياسات الدوحة للبحرين والسعودية ودول عربية أخرى وأكد جرغاش أن حل الأزمة مع قطر صعب لكنه ممكن مشيرا إلى أن لا مكان لقطر في الخليج العربي ما دامت مستمرة بسياستها العدائية في شأن اليمني حذر منسق الأمم المتحدة في اليمن جيمي مكدورليك بالعاصمة صانعاء أن منظمات الإغاثة لا يمكنها مواجهة انتشار مرض الكوليرا في البلد العربي الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1600 شخص منذ أواخر شهر أبريل نيسان الماضي وقال منسق الأمم المتحدة أن الحد من انتشار المرض خارج سيطرة وقدرة المنظمات الدولية والنظام الصحي الوطني أفادت مصادر عسكرية يمنية بقتل 15 فردا من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح وإصابة آخرين بجروح في ضربات لمقاتلات قوات التحالف العربي في محافظتي تعز وذمار وقال موقع الجيش الموالي للحكومة الشرعية أن مقاتلات قوات التحالف العربي شنت 17 ضربة جوية على مواقع الميليشيا في مديريتي الوزعية ومقبنة في محافظة تعز جنوب صنع حيكم من جديد مشاهدين كرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة المصري اليوم المصرية التي نطالع منها أوكرانيا مصادرة خوادم شركة برمجيات يشتبه في نشرها فيروسا على نتاق عالمي أعلن مسؤول في الشرطة الأوكرانية أن قوات الأمن صادرت خوادم شركة برمجيات محاسبة يشتبه في أنها نشرت فيروسا أصاب أنظمة أجهزة الحاسب الآلي في شركات كبرى في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي إلى صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين التي اخترنا منها لكم أودي تكشف عن الجيل الرابع من سياراتها الفارهة A8 شاء في تفاصيل الخبر نشرت أودي الألمانية صورا تشويقية للجيل الرابع من سياراتها الفارهة A8 قبيل الكشف عنها رسميا في الحادي عشر من الشهر الجاري في مدينة برشلون الإسبانية ولا تخفي الصورة التشويقية الكثير من ملامح الجيل الأحدث لـ A8 التي يعود ظهورها الأول إلى عام 1994 صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين عنوانت بين صفحاتها لهذا اليوم مركبة فضائية إلى عطارد الرحلة تستغرق سبع سنوات كشفت وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء اليابانية عن مركبة غير مأهولة ستنطلق السنة المقبلة في رحلة تستغرق سبع سنوات إلى كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية وأقربها إلى الشمس وأكثرها غموضا من صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين فيسبوك وتويتر وسناب شات تسعى للحصول على حق بث مباريات كأس العالم كشف تقرير حديث أن فيسبوك وتويتر وسناب شات تسعى للحصول على حقوق بث لقاطات للفيديو من مباريات كأس العالم في العام المقبل من روسيا وتأتي هذه الخطوة ضمن اهتمام وسائل الإعلام الاجتماعية بمحتوى الفيديو ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية وإحذر تشغيل مكيف السيارة على أعلى مستوياته حذر المجلس الألماني للسلامة المرورية من تشغيل مكيف السيارة على أعلى مستوياته في الأيام الشديدة الحرارة خلال فصل الصيف كما حذر خبراء المجلس من توجيه فتحات التهوية إلى الجسم بشكل مباشر في أخبارنا الرياضية مشاهدين سجل مدرب اللياقة البدنية جو ويكس المعروف بالنسبة للملايين متابعيه عبر الإنترنت باسم ذا بادي كوتش سجل رقما قياسيا أدخله كتاب جينيس من خلال تنظيم أضخم دورة تدريبية لللياقة السريعة التي تعرف باسم هيت الألاف شاركوا في هذه الدورة التي أقيمت خلال حفل سنوي في هيت بارك في العاصمة البريطانية لندن فقد تمكن جو ويكس من إدارة أكثر من 3800 شخص مارس الرياضة على مدى 30 دقيقة وصل نادي منشستر يونيتد الإنجليزي لاتفاق يضم بمجبه لاعب إيفرتون روميلو لوكاكا مقابل نحو 75 مليون جنيه استرليني وسجل المهاجم البلجيكي 25 هدفا في الدور الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وبعد انضمام لوكاكا سيتوقف منشستر يونيتد على الأغلب عن محاولة ضم نجم ريال مدريد الفارو موراتا أذا ولم تكن صفقة لوكاكا مرتبطة بالمفاوضات الدائرة من أجل عودة نجم منشستر يونيتد واين روني إلى ناديه القديم إيفرتون وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين قوات الأسد تقصف أحياء درعا بالمدفعية الثقيلة وتجدد قصف حي جوبر بالغازات السامة الجيش العراقي يسيطر على آخر معاقل داعش في منطقة النجف في الموصل وإيام قليلة تفصل تحرير المدينة بالكامل واحتفالات عارمة في مدينة بنغازي ليبيا بعد تحريرها نهائيا من احتلال داعش بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع إذا مشاهدين الكرام عضو ألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزد الأنبى كونوا معنا اشتركوا في القناة